بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري كما يقول السيد بن طاوس رحمة الله عليه علينا جميعا أن ندعو لإمام زماننا بالفرج لأنه ولي زماننا وولي عصرنا والغفلة عن الإمام المهدي عليه السلام إنما هي غفلة عن أصل من أصول الدين وهي الإمامة فكان علينا لزاما جميعا أن نذكر صاحب الزمان وندعو له بدعاء الفرج وأن نتوجه إليه بقضاء حاجاتنا مستشفعين به إلى الله سبحانه وتعالى وبهذه الطريقة نحن نقوم بإحياء ذكره سلام الله عليه ورحم الله من أحيا ذكر محمد وآل محمد كرامتنا المهدوية هذه المرة من جمهورية لبنان من أم صالحة قلبها متعلقة بصاحب الزمان سلام الله عليه تقول أنا بالإضافة بأني موظفة وكثيرة المسؤوليات في العمل وابنتي على رعاية أبي وأمي ولكن صراحة في بعض الأحيان أشعر بالتعب الشديد وأشعر في بعض الأحيان بأني لا أستطيع أن أركز من شدة التعب سواء في العمل سواء في يعني البيت وأعمال البيت بالإضافة إلى والدي الذين هم كثيري الطلبات وهذا من حقهما لأن عمرهما لا يسمح لهما بأداء مهامهما بنفسيهما ولذلك دائما وأبدا بهذا الذكر المبارك كانت تقضى لي الحوائج كانت تتم لي الأعمال وكذلك كلما شعرت بالتعب الشديد أردد هذا الإسم المبارك ما هو هذا الذكر وما هو هذا الإسم هو يا مهدي تقول كلما شعرت بالتعب الشديد في العمل قلت يا مهدي وأكرر كلمة يا مهدي دائما وأبدا على الأقل في اليوم ألف مرة يا مهدي يا مهدي ونحن نعرف جميعا كما قال الإمام الرضا سلام الله عليه في تفسير من تفسير قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال نحن الأسماء الحسنى نحن الأسماء الحسنى وكذلك الإمام الرضا سلام الله عليه قال إذا ما وقعتم في شديدة فاستعينوا بنا على الله أي بمعنى استعينوا بنا إلى الله سبحانه وتعالى فنحن نعينكم والله يعينكم لذلك تقول أنا إذا كانت لدي حاجة وأحب قضاءها رددت يا مهدي ألف مرة أقوم بالتسبيح في المسبحة ألف مرة عندما أكون أنا أو أكون أنا شديدة التعب في المنزل وأشعر بي يعني ضيق النفس وكثرة الهموم وإلى غير ذلك أقول يا مهدي يا مهدي يا مهدي تقول سبحان الله ترجع لي قوتي يرجع لي نشاطي ويذهب هذا يعني التعب وهذه الأفكار والهموم التي تحيط بحياتنا هذا الذكر المبارك هذا الاسم المبارك أرى منه العجائب دائما وأبدا وليس هذا بغريب يعني ليس هذا بغريب فجميع الديانات وجميع الطوائف والمذاهب دائما وأبدا يستعينون ويستنجدون بأنبيائهم وأوصيائهم في التوسل بالله عز وجل في قضاء حاجاتهم فنحن لا نعمل عملا غريبا أبدا وإنما هو من أصل الدين عندما جاء أولاد يعقوب عليه السلام إلى يعقوب لم يذهبوا إلى الله مباشرة أرادوا أن يرجعوا إلى حياة طبيعية كان الإثم والذنب الذي ارتكبوه قد استولى على قلوبهم واستولى على عقولهم فيشعرون بالتعب والكدر والهم والقلق وإلى غير ذلك أرادوا أن يزيلوا هذا كله أن يخرجوا من الظلمات إلى النور أن يخرجوا من الهم والغم إلى الراحة والدعا لذلك ذهبوا فورا إلى يعقوب عليه السلام يا أبا نستغفر لنا إن كنا من الخاطئين فإذا بيعقوب عليه السلام قال لهم سأستغفر لكم ربي فإذا عندما أنت تلتج إلى النبي تلتج إلى أهل البيت إلى صاحب الزمان عليه السلام فهذا هو عين العقل وكما يقول آية الله السيد محمد رضا الشيرازي قدسة روحه الزكية يقول إن أهل البيت عليه السلام ليس الملاذ الأخير للإنسان عندما تكون لديه حاجة يعني بمعنى تذهب لا فلان وعلان وإلى غير ذلك ثم يكون أهل البيت عليه السلام ملاذك الأخير لا أبدا بل الملاذ الأول هم أهل البيت عليه السلام المؤمن لن يجد من يقف معه لن يجد من ينصره لن يجد من يعينه ويساعده ويقف معه كأهل البيت عليه السلام فأول من يخطر على بالك هم أهل البيت عليه السلام هم الملاذ الأول وليس الأخير فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نداوم على هذا الذكر الشريف يا مهدي يا مهدي خصوصا في يوم الغدير من مستحبات يوم الغدير من أعمال يوم الغدير هو قراءة دعاء الندبة كذلك دعاء الفرج لأن فرحة الولاية فرحة الولاية تتم بفرحة ظهور الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه برنامج صباحات ولا إيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام ترجمة نانسي قنقر